السلام عليكم كانت تمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم كيف كتشوفوا جبتلكم هادر شيما جديدة وجبتلكم اللي مهم هو انني جبتلكم واحد فكرة جديدة فكرة شنو هي هي انني قدرت انني يخدم بعض الاحجر اللي ما كينينشي عند موالين الحجر كاملين وزينتم بعض الاحجر اللي كينين موجودين في السوق ويمقوا معي بشتعرفوا التفاصيل والطريقة ومشاهدة ممتعة اول حاجة هادر شيما كيف كتشوفو كتجينو السوق وهاد الهديبة اللي كتشوفو دل الحجيرات كيجو هما اللي فلقاه واخرة من الفوق كتجين مزيونا بزاف ومن ناحية ديال الحجر والفكرة اللي قلتلكم هانتوما كيف كتشوفو مشيت للسوق وبديت كان فتش هيدا فتك طريفات ديال التوب احتاج برساد الطرف هادا اللي في هاد الاحجر هادو اللي هما على شكل صدايف وانا اخديتهم وغنخدم بيهم هاد الموضيل هادا يعني واحد فكرة اللي يمزيونا وهاد الفكرة هادو اللي كان اعطيكم وخصوصا في ثلاثة الفيديوهات الاخرانين هادو هما الفكرة اللي انا بديت بيهم واللي خليت الناس انهم يتعلقوا بي اكتر ها الحجيرات من بعد ما فصخناه من دكتريف ديالتو ها هما كيف كتشوفو علش كتص ضايف اللي قلتلكم قبل قلتلكم باللي هاد الرشيمة هادو هما اللي خلوني بالحق بالنقطع العاضرة هي اناني عنخدموهم على الجيلاتين وانتو ما تشوفو الطريقة التفصل واللي بغنقول لكم هي اناني انا لش كنبغي كنحاول اناني نشري بعض الاحجر هاكده انا اقول لكم فكرة ديالش هي مي كتشري الحجيرات بحل هاكده مثلا بشي طريفة ديالتو وخصوصا على شي حاجة مبدلة مي كتخدم دك الرشيمة كتصعاب على شي واحد اخر ان هي نقلة منك او لكتصعب على واحد اخر انها تحلون نفس الفكرة في نفس الوقت ونفس الاحجر يعني كتقدر تعمل واحد الحاجة اللي انتنا خاصة بك هذه هي الفكرة اللي انا كنت دائما كنت استعملها وخصوصا في اللول ديالي كنت دائما كنت استعمل هاد الرشيمة اللي كيكونوا مثلا في السوق او لا بحل هيدا الحجيرات كنجيب شي حجيرات مبدلين او لا كنجيب صدايف بقي ان شاء الله نعملكم واح الفيديو على الطريقة ديال الصدايف كيفاش تخدم بيهم الرشيمة كتخدم بيهم الرشيمة وماشي غي نصدايف بواحدهم كتدخل الصدايف والحجر اذك شي اللي كيخلي انها تكون عندك واح اللمسة ديالك وكتخلي واح الخدمة مبدلة على خدمة اخرين حيث اش كيف كان عارفو احنا يا دائما جلة بيا كتكون منبتة بالموزون والمهرس والخدمة عادية اللي تقدر غي تشوفه تمشي تطبقه هيا نيت وقدره نعمله مثلا طرز الرباطي بماكنه نعمره بالحجر واح الخدمة اللي مثلا غي غي نشوفها نعرف باش مخدومه الحاق مي كتجيب واح الحجيرات اللي هما اصلا ما كيتبعوش في السوق او لصدايف او لشي حاجة مبدلة كتصعب على واحد اخر انه هي نقلة منك بنفس الطريقة وخصوصا انه نحن هي كل مدينة وشنو كيتبع فيها ومن ناحية ديال هاد كيف كتشوفو الصدايف ودك شي احنا هي هنا يفطن شعن السوق ديال كاساباراتا السوق كاساباراتا اغلبية كيجيبو فيه ودك طريفة ديال دونتيل كيجيبو ذاك زواقات رشيمة ودك شي ديال على بره يعني كيجيبوهم بحال ذاك شي لي بالي يك ومن ثم انا كان بقا ندي بعد كان مشيون بقا نفتش 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 كان جبدا هادي ونجبدا هادي ونجبدا هادي بطبيعة الحرر ما كيتتحشي علي الفكرة في ذاك اللحظة حتى كان مشي للدار وكان بقا نطبقه اذا بغيتوش ينغر ان شاء الله نعملكم طريقة ديال كيفاش كان بقا نطبق الحاجة حتى كتخروج لي حيتيش انا ما يمكنش التحالي يادك شي مسماره بشوية بشوية كان عرف شنو غان خدم هادي وشنو غان زيده وشنو غان عمل كان عملا فلول ما تزاقلي شي حتى كتزاقلي معاوطة وبهد الزواقات هادي وما اللي كنت كنخلي الناس انهم مثلا كيقولوا هادي عندش حاجة مبدلة وبخة مثلا خدمت الجلابة مثلا الوحدة بهذا الطريقة اغلبية كنت كنخدم بهذا الطريقة ميكان خدمة لا كتخلي وحدة اخرى وخاته بغيت يمشي عند الخيات والديل وتصويره ما عرفش يقول لهذا الحجر ما عرفش من شرعتهم حيتيش كين يخياطين وما كيعرفوش هاد الطريقة هادي يعني مشي كون شي كيعرف هاد الطريقة وبطبيعة الحال انتو ما كيفاش كتشوفو دخلت اشتيتو ديال الحجيرة دخلت هنا يدميعت ودخل دا كلين قاسات اللي هما صغيرين وباقي غان زواقته فوق هاد الحجيرة هادو باش تخرج لنا ارشي من بالدلاب المرة باش مطحها لتشي واحد كيفاش انا عدلت زواقة كين اللي غيشوفو الحجرة دبا خصوصا ذاك الكبيرة اللي في الوس كين اللي غيشوفو يجيبن الله هرا ذاك الحجيرة اللي غنزل فوق منا رجت فيها مركبة هادي هي الفكرة اللي خصوصا تطبقوها دائما في حياتكم هي انك دائما حاول انك تبدع حاول انك تجيب واحد الحاجة اللي عادية ودخلها مع شي حاجة اللي مزيونة باش هيدك تربح اكتر اول حاجة دبا انا ذاك رشي مش حل شريطة هادي كرشي مش شريطة بثمانية درهم ليك وانا زيت لها بعد الحجيرات وبعد الدميعة وكيف جات الزواقة جات مزيونة يعني قدر انا خدم بها تجلاب بس سمية ولا سبعمية درهم مو لا تتعطيها لي علاش هيداش انا عمت له واحد الحاجة اللي مبدلة اللي مغاد جبره شي في السوق في ممشت جبر بحاله بهاد الطريقة باش قدروا تكسبوه كليا اي واحدة مثلا لبسات من عندك جلابه غاد تمشي غير عند صاحب تولى عند عائلتها غير يقولوا لا عند ما نخيطي هاد شي جاني مبدل ماشي بحال الناس اخرين اما اذا كنتو كتعملو نفس الزوق ونافس الفكرة في ممشيتو نفس الطريقة ما كتكونوش كتعملوش اختلاف يعني ما كتكونوش متميزين عند الناس و بهاد شي انا باش كان بغين نصحكم حيث انا خصني مش يغل نعلمكم وصافي لا خصني نعطيكم افكار حيث الواحد بدك الافكار باش كيقدر يوصل بعيد نزيدكم وحال الاخت قتلي باللي انا ما كان عرفش نعملت انا سوق الالوان بالنسبة لتنا سوق الالوان في اللول تشي واحد ما كيكون يعرف انا بيد دي في اللول مكنش كان عرف ننسق الالوان تكو الواحد درجة انني كوند دائما ما كان بغي نخيط كنش واحد شي حاجة دائما كان نسعن بشي واحد ان يمشي معي بشي اختر معي اللوانات حيث كان كندهشان وما عرفاش غير شني الكلي انا ما كنت شكل بيين لا انا اقول لكم هذه الهضرة لكي لا يحطم تشي واحد يقول لك لا انت لم تنسق الالوان ولا كل شي يتعلم الشي قدم انتنا في هذا الدنيا وانتنا كتتعلم وانتنا مشا يعني اهم حاجة يخصتكم فيك العزيمة وخصوك توصل لشي هدف را توصله بأي طريقة وبالنسبة للزواق ديانا كيف تشوفو هانتو ما شفتو شريت هات الحجيرات اللي بتلاتة من فوق ذاك الكبارين شفتو كيف الزواق توم بالفوق شفتي الضافة في الأول يعني ذاك الرشي ما تشوفه في الأول تتحقرها تقول شنو هنعمل بهادي وهانتو ما كيف شفتو الزواق يعني انا من والو خرج الرشمة وهيدا الشي اللي يخصو يكون فيكم بنواحل حاجة ووالو تخرجوا شي حاجة وبالنسبة للناس اللي مثلا ايقولوا لي بان مدينة ديالو ما كينشي زواقات بحال هيدا ولا شي حاجة ده ما ان شاء الله نعملكم فيديو ديال زضايف اغا نعملكم بزضايف ونوريكم طريقة كيفاش تخدموا زواقات بحال هيدا غير بزضايف يعني بتمن رخيص حيتاش بزاف ديالنس اللي قالوا لي زعم حاول انك تجيبنا شي زواقات مزونين وبتمن ارخيص عليها انا بغيت نعمل معاكم هاد موضيلة هادو اللي هما اللي هي زعمة كانت مشياني مزيان خصوصا الناس اللي بغيين يبدو مشاريع باش اعملو شي حاجة مبدلة حيتاش في اللول باش تكسب الكليين خصك تعمل شي حاجة مزونة حيتاش الخياطة كل شي كي خيط تنبت كل شي كي نبت الطرس كل شي كي عمل الطرس بالحق ستكون عندك اختلف باش تقدر تكسب به كليا وهي اللي مزونة في هاد الخياطة او اللي في اي دومين مثلا خصوصا ديالشي حاجة هيدا الاعمال اليادوية هي خصك تعمل شي حاجة ما هي والو تطلع منه شي حاجة من والو تطلع هادي ادى هو النجاح هي من واحد حاجة اللي واحد اخر تبالو بسيطة او ليسيبا او لم يستعمل شي اصلا اطلع منه شي حاجة وعرة وبالنسبة للناس اللي كيقولوا لي الطريقة ديال التركب انا ان شاء الله غنعملكم واحد الفيديو وغنشبر لكم ذاكر شي مت كاملين اللي عملتم تقريبا وغنوريكم طريقة ديال التركب ديالو كيفاش كتجي بالتفصيل من اول حتى الاخر باش مع الشرح مع كل شي بقى ننزلوه تحت اي فيديو باش بالنسبة اللي بنتج دادي اللي لتحقوه حاجةش ما كيعرفوش هي الطريقة التركب رغم انه نيز باق اللي عملتا وبالنسبة لدك الزوقة اللي عملتا فلتا حيط مرة هاديك شريتا هاديك شويش زيدة تامن يعني كتعمل طناش دراهم بالحق وخاها هيدا كانا شريته عملتا فلتا حيط باش تزيد جمل بدك الزوقة اللي الفوق ودزيد تعطي واحد تامن ليوا مزيون حيطيش الزوقة تبحال هكدا العام اللي فات انا كان عقل كنت كان مشين سقصي عن موالي الحجر كيتباعو بـ 18180 درهام بميتين درهام كيتباع الزوقة ومشي تبحال هكدا يعني كتبار فيهم الحجر رخيص حيط بزاف ديال الخياطين دكشي دائما كيعملوا شويش الجوهر الغالي مع الجوهر اللي رخيص باش كتمشيهم القضية وباش كيربحوا اكتر وهدي يزوقة ديالنا كيف كتشوفو ومن ناحية ديال الفارغات سمحوا لي رما صورت لكم شيرا رشيت له واح الكافيار لي هو رقيق بزاف ما بين الحواشي دام ان شاء الله من عمله لكم في واح الفيديو اخر باش نوريكم طريقة ديال التركب دياله انتو مع تشوفو باش ما يبقوا ليش داك الفارغات بالمرة وكنتمنى يكون عجبكم فيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلوبكم ومرحبا بابنات اللي يدخلو جدادين كاملين بيكم مرحبا وكيفرحوني كومانطيرات ديالكم كاقرأون كاملين وكيجبوني وانا فرحانة بيكم وفرحانة بابنات بزاف اللي انهم قدروا يخدموا وليكي سيفطولي فيديوهات باللي هزو وقت اللي عملوها كوموند اللي عملوه كان فرح بززف وح الفرحة لا توصف والله العادب كيجبني الحل بزف انا نقدرس نفيد الناس بشي حاجة وشكرا بزف وإلى اللقاء إلى فيديو جديد ان شاء الله